السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابكم إخوان في هذا الفيديو الجديد اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح هذا الريموت خاص بالمكيف الغنية للتعريف المكيف فيكم ومرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك مشاركة الفيديو مع الأصدقاء لدينا هذا الزر الأحمر ON OFF وهو غنية للتعريف ON OFF يعني تشغيل وإطاف وإطفاء المكيف وكذلك لدينا هذا الزر MOD موجود في جميع المكيفات وهذا الزر منه نختار وضع جهاز التبريد وكذلك وضع جهاز تسخين لاحظوا معي إذا ضغطنا على هذا الزر MOD نجد المود الأول AUTO كما تلاحظون يعني يشتغل مكيف أوتوماتيكيا يدبط درجة الحرارة إذا كان الجو بارد سوف يشتغل سخين وكذلك إذا كان الجو ساخن شوف يشتغل بارد أوتوماتيكيا كذلك لدينا المود الثاني COOL يعني التبريد هذا هو MOD التبريد إخواني من الأسهم نختار ودرجة الحرارة مناسبة أخذ درجة في هذه المكيفية 17 درجة وأفضل درجة من ناحية استهلاك الطاقة إخواني هي 24 أو 25 عندما نضغط مرة أخرى يظهر لنا المود الثالث وهو DRY DRY إخواني تعني امتصاص الرطوبة من الغرفة هذا المود يستعمل في المناطق السحلية التي يكون فيها الرطوبة عالية المقيف يبرد عادي مع خاصية امتصاص الرطوبة من الغرفة أما المود الأخير إخواني وهو HEAT HEAT إخواني يعني تسخين في فصل الشتاء هذا هو MOD التسخين على درجة في هذا المكيف وهي 30 درجة في تسخين أما هذا الزر إخواني زر SPEED هو خاص بسرعة المروحة هي إما متوسطة أو ضعيفة أو عالية نجد LOW أي ضعيفة و MID متوسطة و HIGH مرتفعة دائما يجب أن نضبط السهم على كلمات HIGH يعني مرتفعة لتكون سرعة المروحة مرتفعة جدا أما هذا الزر إخواني الزر CLEAN فهو مسؤول عن التنظيف التاجه المكيف والذي يعمل على التنظيف الوحدة الداخلية وهذه العملية قد تأخذ تقريبا 30 دقيقة سليب إخواني هو الزر خاص بالنوم حين تضغط على هذا الزر تظهر علامة الهلال هنا في الريموت كونترول ما معناه هذا الموج؟ معناه يقوم بنقص الضوضاء أدناء النوم يقوم بنقص صوت مروحة لمو بخير وخاصية الثانية أنه يرفع درجة الحرارة التي تضبطها أنت في الريموت كونترول درجة كل ساعة أوتوماتيكيا مثلا اخترت درجة حرارة 20 سوف تمر الساعة وترتفع درجة إلى أن تصل إلى 21 وكذلك ساعة أخرى ترتفع إلى أن تصل إلى 22 وبعد ذلك حتى تصل إلى 26 وذلك تماشيا مع حرارة الجو ليلين لكي لا يصيبك المرض وكذلك استهلاك الطاقة يكون أقل كذلك لدينا هذا الزر الأصفل المكتوب على هيلت وهو للشغيل البلازما في المكيف كذلك لدينا هذا الزر سترونغ سترونغ إخواني هو للسرعة القصوى للمكيف تعمل المروحة بأقصى سرعة والمكيف يبرد بأقصى سرعة ويوصل درجة الحرارة التي تريدها في أقل وقت ممكن سواء في التبريد أو في التسخين أما هذا الزر إخواني سوينغ وهو خاص إخواني الكرام بالشفارات التي توزع الهواء في الوحدة التاخلية يعدل عليه الشفارات من الأعلى إلى الأسفل هناك مكيفات فيها خاصية تعديل كذلك من اليمين إلى اليسار ولكن في هذا المكيف فقط من الأعلى إلى الأسفل كذلك لدينا هذا الزر في لينغ وهو خاص بمعرفة درجة الحرارة الموجودة في الغرفة عند التغط على هذا الزر يعطيك كم درجة حرارة موجودة في الغرفة قد قومنا في هذا الفيديو بشرح فقط الأزرار الأساسية في فيديو آخر سوف نقوم بشرح الأزرار بالكامل إلى هنا إخواني ينتهي الفيديو المرجوة ضعبانا بزر الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل جرس ليسلكم كل جديد وكذلك مشاركة الفيديو مع الأصدقاء